متى يحق للمالك فسخ عجد الإيجار سواء القديم أو الجديد أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك مع تفاصيل الخبر متى يحق للمالك فسخ عجد الإيجار سواء القديم أو الجديد هناك خمسة حالات رئيسية يحق فيها للمالك فسخ عجد الإيجار سواء الإيجار القديم أو الإيجار الجديد و34 حالة فرعية للطرد من العين المؤجرة أولا خمسة حالات أساسية لفسخ عجد الإيجار الحالة الأولى عدم سداد الإيجار وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر اختار المستأجر بإنظار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوم لسداد الإيجار فإذا لم يسدد خلال هذا المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف ولكن إن تقرر عدم السداد مرة أخرى ففي هذا الحالة يجوز فسخ العقد حتى وإن قدم المستأجر عزرا أما في القانون الجديد فإستمى إنظار المستأجر ولم يستجيب فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوة قضائية مباشرة لطرده الحالة الثانية هو التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير والحالة الثالثة هي الإضرار بالعين المؤجرة مثل هدم حواط أو جدران والحالة الرابعة هو استخدام العين في أعمال منافية للأداب العامة والحالة الخامسة هي تغيير الاستخدام بدون موافقة المالك مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة وفي القانونين يقيم المالك دعوة إخلاء طيب الحاجة الثانية 34 حالة فرعية للطرد من العين المستأجر طب إيه هما 34 حالة؟ تابع معايا الفيديو حتى النهاية القانون رقم 49 لسنة 77 والقانون رقم 136 لسنة 81 والقانون رقم 4 لسنة 1996 الحالات القانونية في ظل القانون رقم 49 لسنة 77 والقانونين الثانيين هي الحالة الأولى في حال تهدم العقار الآي للسقوط حالة عدم وفاة المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يوم حالة تقرار امتناع المستأجر أو تأخيره في الوفاء بالأجرة حالة ثبوت إن المستأجر تنازل عن العين أو أجرها من الباطن بغير إذن كتاب صريح للمالك رقم 5 حالة ترك المستأجر العين للغير أو لزوية القربة بقضل استغناء عنها نهائيا رقم 6 حالة ثبوت إن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة بموجب حكم قضاء نهائي الحالة رقم 7 ثبوت إن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضرة بسلامة المبنى بموجب حكم قضاء نهائي رقم 8 حالة ثبوت إن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضرة بالصحة العامة بموجب حكم قضاء نهائي رقم 9 في حالة ثبوت إن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله في أغراض منافية للأداب العامة بموجب حكم قضاء نهائي رقم 10 في حال تغيير النشاط للعين المؤجرة رقم 11 في حال وفاة المستأجر بدون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقومين معه وقت الوفاء بفترة سنة على الأقل رقم 12 حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس في جريمة ماسة بالسمعة والشرف رقم 13 في حالة تجديم المستأجر مستند مزور في قضيته مع المالك رقم 14 في حالة استخدام العين المؤجرة في غير الغرض الذي أجرت من أجله رقم 15 في حالة اندلاع حريق في العين المؤجرة وحدوث ثلفيات رقم 16 في حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشي بالعين المؤجرة رقم 17 في حال بناء المستأجر لمبنى مقون من ثلاث وحدات شجأ جاهزة للسكن لا تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 77 رقم 18 المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل رقم 19 المساكن التي تشغل بتصريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذا المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير رقم 20 كما لا تسري أحكام قوانين الإيجار القديمة على الشجاج الواقعة بالقرى رقم 21 لا تسري أحكامه على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي 22 إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية رقم 23 إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعزر إزبات المدة وفقا للمادة 565 24 إنه إذا شملت العين المؤجرة في حالات لا تكون عليها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذ نقص هذا الانتفاع رقم 25 إذ كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من معه لخطر جسيم رقم 26 يتحمل المستأجر 8% تقديرا بالعداد وتمن القهربة والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي رقم 27 إذ انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة معينة وتسر المادة 563 رقم 28 ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعنية في العقد دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء وفقا إلى المادة رقم 4 لسنة 1996 رقم 29 اتفاق العاقدين على انتهاء العقد رقم 30 تحقق شرط فاسخ صريحة رقم 31 اتحاد الزمة رقم 32 الفسخ لعدم وفاة أحد المتعاقدين بالتزاماته رقم 33 هلاك العين المؤجرة رقم 34 وأخيرا إبطال سند ملكية المؤجر أو فسخه لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدتهو إن أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو كما يمكنك تفعيل زر التنبيهات حتى يصلك جميع الفيديوهات اللي هنزلها بعد كده وما تنساش تدعم المقطع بلايك شكرا لكم على حسن المتابعة ونتمنى لكم يوما سعيدا إلى اللقاء